وأهلاً وسهلاً بكم في لغوة زايدة The Unscripted Show العرض اللي تكون الألوان بيه غير مريحة للعين ويكون بدون نص وبدون سكريبت وبس أجل ألغي لغوة زايدة واللي قبل سنتين من الثلاثة نزلت بس حلقتين وتوقف واليوم رجعنا نكمل اليوم يعني حاب أعد أحكي عن الناس اللي يستخدمون الإنجليزي too much بحيتيهم اللي يعني نحن نقدر نحكي بس العربي اللانجوج مالتنا الاثنتيك لانجوج مالتنا بس يعني هم شو عندهم preference ان هم يستخدمون foreign language ان هم يحكيون بلغة الـ Americans or British people كلان الجميع استفزيتك صح بس هي الفكرة موهيت نحن نريد نحكي عن الناس اللي يحشرون مصطلحات الإنجليزي أثناء ما قاعد يحكيون أول شي اللغة هي مجرد وسيلة التواصل هذه نظرت عنها هي مو غاية هي وسيلة يعني أنا حتى الناس اللي يغلطون بالإنجليزي اللي يغلطون بالتلفظ حتى لو بالعربي بالقواعد مدام أنه هي بس وسيلة التواصل إنه هو وصل الفكرة اللي يريد يقولك إياها ما لداعي تستهزئ منه وتحكي عليه وتقول هذا شبيه هذا لأنه بالنهاية وسيلة هي مو غاية إلا إذا كان لغرض أكاديمي هنا رح تكون اللغة هي الغاية اللي يدرس اللغة الإنجليزية اللي يدرس اللغة العربية هي اللغة هنا غاية بس تعاملنا كبشر طبيعيين عاديين اللغة هي مجرد وسيلة التواصل نتواصل من خلالها حلو حلو يعني مشكلتي والناس اللي يستخدمون المصطلحات الإنجليزية هم مودي يحطون عربي بس على مودي الشو أوف أوه شو اتهم شو انتهم تستخدم مصطلح إنجليزي شنو السالفة لا حبيب مو هنا الفكرة الفكرة انه هو مدى يستخدمها لانه هو صدق ما عنده الكلمة العربية او انه دي يشوف هاي الكلمة هتواصل الفكرة أحسن يعني مثل أنا هما اكو جزء من عندي يريد تشوف يريد يتباهى انه هو يعرف انجليزي ويحش انجليزي لا منتهي منها ما انكرها ولكن ما اجي اقحم الكلمات قوة يعني اجيب كلمة already انه انا already سويت هيتش وخو قول اصلا خو قول انا اصلا سويت هيتش يعني اصلا اسهل ونستخدمها اكثر على اي اساس ده تختصر او مدى تعرف اتعبر بالعربي وده تستخدم already هاي المدى افتهمه هذا اللي يزعجني هو بس قاعد يريد حتى ده يستخدم كلمات تافهة وسهلة مثل already حتى بيه انه يعرف انجليزي همان ثقافتي برطانية اللي يقول ياب اللي يقول نوب وياب ونوب استخدمين اكثر من النعم واللاهماتي يعني شنو السالفة يا حبيبي يعني حتى ياب ثلاث حروف والإي حرفين واذا نجيها كفوكالز هي صوت واحد إي تحليلي الوحيد تحليلي الوحيد اللي هيتشي ناس والله ده يريد بش يبين انه يعرف يحتي انجليزي والله بس ده يحشرها لا استغفر الله مارد احلف ولكن اكاد اجزم انه بس ده يريد يبين انه يعرف يحتي انجليزي وانه حتى ما تعود هو تعب وعود نفسه حتى يقوم هو يحتي تلقائيا يقولها تلقائيا يبدي يقول already والياب والنوب اللي يقول seriously اللي يقول seriously seriously oh my god seriously لزيان لزيان شبيه هالصدق ده احتي هي مش بيها عمي انا حتى مو من جماعة الاعتزاز باللغة العربية والاعتزاز باللحجتنا الحلوة العراقية لا يحتي بايشي يعجبك بس لا تحتيها بطريقة هيتشي مزعجة مزعجة مستفزة وكل من يحتيها هالكلمة انجليزية يحتيها بتبجح بغطرسة شون الطاووس الذكر لمن ينفخ ريشة والوانة وذيالة هيتش يحتيها يحيس انه ختم مستويات مستويات الكولنس انه هو يكون رائع بالدنيا كلها لما يتشذبها وحيشهاها بنص كلام عادي اوه الاخر فترة ايورا اورا ايورام ام ادرى اورا دمير دمير very demure very mindful بلا ؟ ذاني ترندات اوكي ترندات عمي انا جانب بدي يحكوها وحلوة وفيكة وتحسسك انه انت مع التطور العالمي وانت تفتهم اوكي استخدمها وسويها لكن بعدنا بالأورادي هذا جماعة الأورادي الأورايت فاليوم راح نتجع نها السهل فأورايت كلكم شفتوا هذا اللي يطلع على الإنستغرام ويقول أورايت شاب مغترب راجع للعراق قد يساوي فيديوهات موجهة للعراقيين وبين كلمة الثانية لازم يقول أورايت أورايت هذا بالله من عذرة ما نعرفني يتعمي أو هل هو اتجاه إلى ناحية أنه شاف الناس استفزوا من قول الكلمة أورايت وقام يقولها أكثر أو هل إنه فعلا من الاغتراب مالتبع لازم يتعود كلمة أورايت ما نعرف الله يوافقه أكل يقول لك والله إذا استخدمهن أريد أمارس اللغة الإنجليزية أريد أتعلم أحكي إنجليزي الله الصدق عموت أريد تتعلم أن تتحكي إنجليزي فأقوى شي قدرت تتعلم أن تقول أورادي بمس كل جملة تقولها كل جملة تحكيها بالعراقي تقول أورادي والله بطل شنو عندك شو عندك امتحان آيلات هاي تحضيرك للآيلات سيش تحضر له تقول أورادي طبعا أنا والله مو أعصري ما أعرف ليش تتطلع آيلة بس الظاهرات كان كلهم بقلبي مهاتين لسه داي طلعين وأنا ما مضغوط منهم بس الموضوع مستفز لا الموضوع شنو It gets me triggered أو cringe إسا يجي واحد يقول علاو أنت فيديوهاتك هواي يتذب مصطلحات إنجليزية شنو السؤال فأكثر واحد أنت تحب تبين أنت تلغي إنجليزية هو أنت صحيح أنا وياك واعترف أنا لما أذبهن وأقولهن أريد أبين أني أعرف أحكي إنجليزي وده أتباه ده أشو أوف للعالم للناس ولكن مرات حتى بالحيال اليومي أنا أذب مصطلحات إنجليزية أحكي بيها بس النية والغرض تختلف النية والغرض تختلف شلون علاو أنا أقول لك شلون أنه أكو شغلات شايف لما أنت تبدي تقرأ هواي أو مو تقرأ هواي تباوع فيديوهات بالإنجليزي تقرأ بالإنجليزي شويه تبدي حتىك شغلات أو مصطلحات تفكر بها حتى بعقلك بالإنجليزي فلما تجي تريد تقول فد مصطلح فد فكرة الشيء اللي راح يجيب عقلك أول هو المصطلح الإنجليزي لهذا الشيء مو المصطلح العربي هذا الشيء زين أو مو زين ما أعرف صراحة بس هو شيء عادي أعتقد مراته أنا أقول satisfied لأن هاي الكلمة أو الشعور أنا أفتهمها وأحسها معبر أكثر لما نقولها بالإنجليزي لأن satisfied بالعربي أشعر بالرضى والارتياح عن الشيء الذي قمت بمشاهدته بينما تقدر تقول بس satisfied satisfied الشيء مريح للمشاعرك وروحك وأنت تشاهده أو تعمله إنه satisfying فأني لهذا الغرض ممكن أحكي إنجليزية أو أقول مصطلحات إنجليزية لأنه معبرة تكون أكثر مرات مو اللغة الإنجليزية معبرة بينما إحنا قلة وعي وقلة استخدام للغة العربية من عندنا قمنا نشوف أو نستخدم بعض المصطلحات الإنجليزية لأن نشوفها معبرة أكثر الثاني الخلييني أذب هيتش كلمات إنجليزية إنه ده أشوف ده بين نفسي إنه أنا أعرف أحكي إنجليزي ده أتباهي قدام العالم وأنتظر مديح أو أنتظر الحصول على تقدير اجتماعي حتى يقولون أوه والله هذا يفتهم والله هذا يذب إحكي إنجليزي وبنفس الوقت تحط احتماليات إنه يسويك تحشيش وميمز لما نذب إنجليزي وأكو صنف أصلا كيف لما الناس تحشش عليه صنف بعقلية أوه وذولا معدان ومو ثقفين لما أنا حكيت إنجليزي قاموا يتنمرون علي ويسوون عليه ميمز لهم ما يفتهمون ومو ثقفين ومعدان وبعمرهم ما راح يوصلوا لي تحياتي لباكي الولد أستاذ ذكرته اللي يراجع مطاعم وستمئة كلمة إنجليزية لازم يذب المهم والله سبونتيني ايش اللي يطلع ها قام قول اسمونت يا الله بصورة عفوية طلعت فإيه عدة هاي العقلية بينما بالواقع انتدى تحشي بطريقة مشوهة بيين وذيت شوياها وواضحة إنه انت بس تريت بين روحك تعرف تحشي انجليزي واسلوبك بالحكي مستفز وطريقتك بالحكي كلها مستفزة وبالنهاية تعايش بعقلية توها من ذول مضغوطين من عندك وما يعرفون يحكي انجليزي ومستحيل يوصلوا لك وقاعدين يحكيون عليك بس هي مو هيتش السالف والله تتحطوا لهم النكتة والتحشيش على طبق من ذهب حتى هما ينطلقون واعتقد لي هنا أنا بس أنا مو ضد الناس اللي تحكي انجليزي أنا ضد اللي يقوي يجبرون نفسهم حاولون يتعاودون إنهما يذبون الارادي مع أنهما يقدرون يقولون أصلاً بس على مود نقطة أنهما يبينون يفتهمون ومثقفين يعرفون بالانجليزي أنا يعني أعرف واني واحد من الناس أهمين أريد أبين أنه أعرف حكي انجليزي أريد أحصل على المديح والتقدير الاجتماعي ولكن أيضاً مرات تكون الكلمة الإنجليزية معبرة أكثر لأنه ما عندي مخزون كافي من الكلمات العربية قد أكون بها اللحظة ولكن ما أنكر أن الشيء اللي يغلب والرغبة اللي تغلب أكثر هو أنه أنت تريد تبين أو أنا أريد أبين أعرف حكي انجليزي بس يبقى شيء مستفز يبقى شيء مستفز اللي ذبلك بالحكي اللي يقول سيروسلي اللي يقول ريالي ما ماكو يعني ماكو رسالة أو فشي من هالفيديو ومجرد لغوة زادي كانت عدي لغيتها شكراً على المشاهدة إذا أجبوك فيديوه لايك سسكرايب والشير تكونوا بالتعليقات أهلاً تستفزكم التسوال من البولش كروم وشكراً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة